هو ايه ده؟ ايه العلاقة للسوشيال ميديا عارفة قصتهم من ايه تو زد؟ مية حلمي ومحمد رشاد قصة تريند بتطلع كل يومين تلاتة كده تقريبا من اول يوم دخلوا حياة بعض وإحنا عايشين معاهم الوعيات والشحتف بداية من يوم الفرح اللي اتقلب فجأة بقت عروسة لابسة فستان الفرح في المستشفى وكان بالكتاب اللباز وكل الناس بقت بتقول كده يا رشاد فتاعة لحد ما في يوم وليلة لقيناهم اتجوزوا وعايشين قصة حب جميلة وقال ايه خايفين من حصل وتمر الايام وتلاقي اخناها كبيرة ومي واقفة بتدفع عن رشاد وما تنسوش العيات والشحتفى ماينفعش يعدي تريند من غيرهم واحد لسه بيبتجي حياتي تلاتين سنة تلاتين سنة فجأة مي حلم حامل بركلها يا جماعة بس طبعا الحلو ما يكملش واعلنوا ان الحمل ما يكملش ولو عايات والشحتفى من تاني يعدي شهر اتنين تلاتة سبني غزبة عني خبه فجأة لقينهم اتطلقوا هم قاموا فصلوا بس لسه برضو تريند وده لما مي قالت انا معرفش اني اتطلقت غير منع السوشال ميديا او والله زي ما بقولك كده لا شيء وفجأة تكرر مي حلمي تعتزل انا في الحقيقة مفهمتش هتعتزل عن ايه تحديدا بس ما شاء الله تلعت وقالت حتى يا ربي لما قررت اعتزل بقيت تريند ليه ليه يا كابتن هو قلت تريند تلعت مي حلمي بعدها في انترفيو اتسألت سؤال عميق جدا هل مي حلمي تعيش قصة حب ترد تقول ايه احتمال نعم او لا احتمال احتمال بالضبط زي ما شوفنا كده وكتبت على الانستجرام بتاعها في حب يمحي حب وناس بتمحي ناس اه وفي نفس التوقيت ينزل رشاد قوليته الجديدة انا مش شمتان لكن من حق ان نفرح ان نجز علي انا مش شمتان لكن من حق ان انا فرح ان نجز علي بس تفتكروا مي حلمي هتعيش قصة حب جديدة فيها شاحتة فوايات من تاني علي اطلاء لازم اطلاء